رحب عبر الأقمار الصناعية من القاهرة بالدكتور الحسين حسان أستاذ التنمية المحلية والبلدية برحب بك يا دكتور يعني بالتأكيد هناك تعويل كبير على المباني الحكومية بعد نقل المقار الوزارية إلى العاصمة الجديدة لأن معظم هذه المقار موجودة في مناطق شديدة الأهمية وشديدة الاستراتيجية في قلب القاهرة ومن ثم هناك فرصة لاستغلالها من وجهة نظرك أهم الملاحظات وأهم الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار لتحقيق الاستفادة المثلة من هذه الأصول هو طبعا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين نحن في مصر عندنا أكثر من 16 مليون مبنى وحوالي 185 ألف مبنى ده إجمالي المباني الحكومية على مستوى الجمهورية محافظة القاهرة لوحدها بتشغل أكثر من 688 ألف مبنى حكومي هذه المباني أغلبها غير مستغل بشكل كبير جدا نظرا لأن فيه تناقص عندك في الأعداد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة النهاردة كان عندي أكثر من 7 مليون موظف النهاردة أصبح عندي 4 مليون 800 ألف موظف فبالتالي النهاردة الاستغلال الأمثل لهذه المباني هو شغل الشاغل بالنسبة للقيادة السياسية في مصر نظرا لأن فيه تجارب العديد من الدول اللي يمكن شفناها سواء في لندن أو في المملكة العربية السعودية تجارب كثيرة في هذا الشأن في نفس الوقت أنا عندي برضو عجز بالنسبة للغرف الفندقية أنا عندي حوالي 215 ألف غرفة فندقية على مستوى الجمهورية فيه استراتيجية كبيرة جدا لزيادة هذه مستوى الغرف بحيث أن أنا أقدر أستقبل أكثر من 30 مليون سايح بيكون عندي التجهيزات المختلفة لهذا الشأن أنا عندي عدة تحديات في هذا الموضوع من ضمن الحاجات اللي هي التحديات المهمة في هذا الشأن أني عندي محتاج أعيد تأهيل هذه المباني من الداخل بحيث أن هي تتلقم من حيث البنية التحتية جودة الخدمات اللي موجودة برضو فيه جزئيات خاصة بالبيروقراطية أو الروتين أو التنسيق مع الوزرات المعنية لاستكمال الشكل الحضاري اللي هي برضو أقدر به كدولة أحقق موارد كبيرة للدولة طيب يعني أنت تحدثت عن أنه عندنا تجارب سبقى عندنا تجارب سواء في بريطانيا أو في المملكة العربية السورية كلمنا إزاي دول كان عندها تجارب سبقى أو إزاي استفارت من هذه المباني هو طبعا الاستفادة هنا كالآتي بالنسبة لتجارب الدول عندنا الهند قدرت تستغل المباني الحكومية في عمل العديد من الفنادق الكبرى التي بدأت بها تستغل مواردها الأساسية عندنا لندن وأعتقد فيه أكثر من فندق وأكثر من تجربة في هذا الشأن بخصوص هذا الموضوع عندنا المملكة العربية السعودية طبقت نفس التجربة في استغلال المباني الحكومية الخاصة وتحويلها إلى مراكز إيواء وفنادق وبالنسبة لاستقبال الضيوف أغلب هذه المباني تم استغلالها بشكل صحيح أنا النهاردة عندي عاصمة إدارية وأعتقد هذه العاصمة الإدارية سوف توفر بشكل كبير ويمكن تم نقل أغلب الوزرات وكل الوزراء النهاردة بيتحدثوا من داخل العاصمة الإدارية اللي موجود يعني بعد الأقسام البسيطة اللي هي سوف يتم نقلهم تدريجين على سبيل بالنسبة للعالمين هو يعتبر مقر احتياطي للخدمة